السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اهلا بكم معايا في اكلة جديدة النهاردة من مطبخ اميرا القاضي. ان شاء الله النهاردة هنعمل الفراخ بطريقة حلوة جدا. بس مش هنشوي ولا هنقلي ولا هنسلق. النهاردة ان شاء الله هنعمل آآ الفراخ بطريقة احلى كمان. وتطلع طعمها تحفة في الاخر. يلا مينا بقى عشان نشوف مكونات وصفتنا معاكم النهاردة. زي ما احنا شايفين كده هي دي مكونات وصفتنا النهاردة. عندي بقى فرخة متقطعة كده حوالي تمانية. وعندي حوالي نص كيلو بصل متقطع كده جوانح. وكمان البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وطوم بودر وكمان آآ شوية كاري. وحبة زنجبيل. بعد كده نبدأ مع بعض نجيب بقى حلة كده على النار. مجرد ما الحلة تسخن نبدأ نحط قطعتين من الزبدة. وعليهم كمان شوية من الزيت. وبمجرد ما الزيت والسمنة يسخنوا كده معايا هنبدأ نجيب بقى قطع الفراخ اللي عندي ونبدأ ننزل بيها كده. علشان تاخد صدمة معايا. وتبدأ انها هتاخد لون كمان. وبمجرد ما يعدي حوالي ثلاث دقايق كده نبدأ ان احنا بقى نقلب الفراخ بتاعتنا. هنلاحظ ان هي بدأت انها تلون معايا هون زي ما احنا شايفين. هنبدأ ان نقلب كل الكمان لقدامنا دي. زي ما احنا شايفين كده. علشان تاخد لون كمان من الناحية التانية. في الوقت ده هنبدأ نجيب بقى البهارات بتاعتي وهنزل بيها كده على الفراخ. وكمان البصل كمان هنزل بيها على الفراخ كده علشان كله ياخد من طعم بعضه. وهنقلبهم مع بعض كده زي ما احنا شايفين لحد ما البصل بتاعنا يدبل خالص. وكمان الفراخ تتشرب من البهارات والملح اللي احنا حطينه. وهنغطي عليه بقى لحد ما آآ نوصل للدرجة دي وهنشوفه ان شاء الله دلوقتي مع بعض. الفراخ بتاعتي اهو بعد ما سبناها حوالي كده خمس دقايق على النار بدأ البصل طبعا يدبل خالص. وكمان الفراخ والبصل نزلوا كل المية اللي فيهم كده وبقى في كمان صوس معي اهو. هينفع كمان مع الرز اللي احنا هنقدمه مع الفراخ بتاعتنا النهاردة. وبعد ما نوصل لدرجة السوى بتاع الفراخ اللي احنا شايفين وده طبعا كده هي خلاص استابت خالص. نيجي بقى لاخر حاجة هنعملها وهي ان احنا هنكون مسخنين فحمة على النار ونحطها كده على ورقة وكمان نحط عليها شوية زيت صغيرين كده. علشان تطلع كل البخار اللي فيها وتدي ريحة الشاوي للفراخ بتاعتي. وطبعا هنغطي عليها على طول. وبعد كده هنغرفها في طبعية تقديم زي ما احنا شايفين كده. وزي ما احنا شايفين الفراخ بتاعتنا طبعا استود خالص اهيه. ممكن بقى نقدم معاها مصطردة او آآ مايونيز او كاتشاب. آآ وكمان عملنا جنبيها رز واحدة واحدة. احنا ممكن نعمل برضو نغير نعمل رز ابيض او رز آآ كابسة. آآ دي حاجة ترجع عليكم انتو. زي ما انتو شايفين كده الفراخ بتاعتنا اطلعت طعمها طحفة جدا. وكمان راحتها حلوة جدا. وفيها كمان طعم الشاوي. آآ دي طريقة جديدة يا ريت تجربوها. اقول لي رأيكم فيها. وان شاء الله مستنية اراءكم فيها. وآآ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة. واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.